اشتركوا في القناة معلومة لا تثير أي دهشة مع القائمة الطويلة من الأمراض والمشاكل الصحية اللي بتسببها السمنة في أعضاء الجسم بشكل عام نمط الحياة الحديثة المرتبط بقلة النشاط البدني مع الاستهلاك المفرط للوجبات السريعة مرتفعة السعرات الحرارية هو المسؤول الأول إلى جانب بعض الحالات اللي سبب سمنتها أمراض نفسية أو أسباب طبية أو عوامل وراثية ومهما كانت الأسباب فالنتائج والمضاعفات للسمنة المفرطة خطيرة جداً في كل الأحوال لا يهدد جودة الحياة بل يهدد استمرار الحياة في حد زاده أهلاً بكم الإنسان بحس في الزمن بتاعنا ده إنه هو ماشي كده في الحياة محاط عارفين الزومبي بزومبي كتير قوي من كل الأنواع وفي كل يعني زي ما يقوله الأصناف في الحياة لكن الزومبي اللي قصدي عليهم هم أكياس أكياس مغلفة ومعلبات من كل أنواع الأطعمة ادخل أي سوبر ماركت في العالم المشكلة دي عالمية هتلاقي السماء مبهر شكله مبهر يبدو مبهر لكن اللي انت شايفه ده كوارث حاجات شوف البنت بنوتة تختوخة سمنة والأم تختوخة وعمال البنت تملة في العربية حاجات الأم طبعا نظرتها يعني البنتها نظرة يعني غريبة يعني مزيد من الإحساس بالزنب وفي نفس الوقت الخوف على المستقبل والبنت طبعا لاحق يعني هي بتبصلها كأنها بتقولها أنت اللي علمتيني ده هي بجد ده التعبير الناس دي بتعمل فيديوهات حلوة جدا بس هم اللي حطوا هم اللي لعبوا اللعبة وحطوا قواعدها المصانع الكتير جدا للبطاطس اللي هي رقائق البطاطس المغلفة مصانع المهولة للشوكولاتات بأنواحها أنواع لا حصرة لها من المشي عارف إيه الحلويات البسكوت جوه والشوكولاتة بره والشوكولاتة جوه والبسكوت بره وعملة زي كده وعملة زي كده كل ده سمنة مفرطة خطيرة جدا 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 وسكر وضغط وتصلوا بشرايين ومشاكل في شرايين قلب في الشباب احنا كل يوم السوشيال ميديا خلتنا كلنا قاعدين في غرفة واحدة وساعات الغرفة بتقلب بصوان عزة واحد وده يعني خلينا نشوف نعرف بقى الأخبارها والبول كل شوك شاب الفلاني ده وهو عنده حاجة وثلاثين سنة توفى شاب الفلاني ده عنده ومش عارفة بقين سنة توفى فلان عنده ثلاثين سنة توفى إيه جماعة في إيه؟ إيه؟ هي المسألة أعمار بيد الله وكل أجل إن كتاب استغفر الله العظيم يا رب محدش هيقول غير كده لكن محدش هيقول إن اللي جات له سمنا مفرطة إنه ده ما تقتلش ده ده أتقتل أنا في رأيه علميا طبايا كل الأطباء حيوفقوني في الكلام ده اتقتل إزاي؟ مين اللي قاتلوا؟ اللي قاتلوا التصرفات الخطأ اللي قاتلوا الأكل المعلّب اللي قاتلوا الفاصط فهود اللي قاتلوا أهلوا اللي علموا يأكل غلط اللي قاتلوا اللي قالوا تعالى بقى هعلمك ديك شوية أنظمة كده وبرطمان فيه شوية أعشاب وهم دول اللي هيخصصوك كل دول شاركوا في الجريمة النهاردة الخاء مهم جدا مع ضايف العزيزة القمة العلمية الكبيرة اللي أستاذ الدكتور كريم صابري أستاذ جراحات السمنة والمناظر بكلية طب جامعة عن شمس المدير لوحدة جراحات السمنة بمستاذ شوية النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بنجل ترى عضو كلية الجراحين الأمريكية والحصل على تصنيف جودة دولة فيه جراحات سمنة أهلا بيت أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا المريض الذي يعاني من سمنة مفرطة قد يكون ضحية لكثير من النصابين وكثير من المجرمين في حقه في حقه من ضمن المجرمين في حقه ممكن يكونوا أهله علموه أنه هو يأكل بالطريقة طبعا يعني هو طبعا في البداية أنا طبعا يعني لا يخفى لأحد طبعا المساببات لسمنة المفرطة وفي العالم المميكن العالم اللي هو المليء بالمشاكل اللي ممكن حق ذكرت الموظمها لكن هو في النهاية أنه منذ يعني أزل الأهزلين وكان فيه مرض مشهور جدا اسمه سندروم X اللي هو ما حدش عارفه ده اللي هو كان مسمينه X اللي هي مجموعة من الضغط والسكر والكولسترون متلازمة X المتابوليكس سندروم كان يسمه سندروم X ضغط وسكر وهيبر كولستروليميا وبستي ليه بقى كان بيجوا مع بعض وما حدش عارف فيه السبب يعني طبعا ده المتابوليكس سندروم ده مجموعة من الأمراض لما تصاب بيها انت عرض الإصابة بأمراض القلب اللي هي ربما تكون سبب بقى للوفيات فيما بعد بأكتر من تسع أضعاف الإنسان الطبيعي كلما زارت فتم اكتشاب بقى حريصة من الناس كلها عارفها بقى دلوقتي إن السمنة لما بتزيد وخصوصا سمنة البطن البسر الباتس كلما زارت كلما زارت الدهون كلما زارت فرصة تعرضك بقى للمشاكل اللي هي بتاعت السكر والدكتور جولسترول كلما زارت برضو فرصة تعرضك لمشاكل القلب ودي يمكن المتابوليكس سندروم واحنا في جراحات السمنة مش بس جراحات السمنة هي جراحات السمنة والسكر او جراحات السمنة والأيد او المتابوليكس هيرجري اللي هي مش بس احنا بنتعامل مع انقاص وزن لا ده احنا كمان بنتعامل مع علاج للأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة حتى انا ما كانش الوزن في اللي هو الوزن الواحد سيه مثلا واحد وزنه 160 كيلو ده مريض سمنة مفرطة وعنده سكر وضغط فده مريض سمنة وسكر وضغط انت من الناس المعروفين انت معنات سمنة طب انا دلوقتي عندي سكر بس وعند شوية وزن بس مش دول بتوع السمنة المفرطة انا وزن مسيه 90 كيلو زايد 20 كيلو عن الوزن الطبيعي وعنده سكر تتعامل بقى الميتابوليك سيرجري في الحالات اللي دي يبقى هو ده هدف اساسي لجراحات الايد او جراحات السكر او الجراحات اللي هي تتعلق بالامراض المصاحبة للسمنة المفرطة حتى لو ما كانش عندك وزن زايد ازيد من الطبيعي ويمكن الافسو او الفيدروليد هو لجراحات السمنة والسكر من ايام مدريد ايه كان من اربع سنين او ممكن ثلاث سنين كانوا طبعا طلعوا الستيتمنت انه الناس اللي هي وزنها الكتلة بتاعتها اكتر من 32 والسكر غير منتظم انت من تشتازن تنتظر الوزن الاعلى من كده مش وزن 32 يعني قصدي الكتلة الكتلة الوزن غير متناسب بالزبط فده ربما يكون عندك 15-20 كيلو في الوزن الطبيعي سكرك مش بالزبط انت من الناس اللي تعمل عملية ده علمي يعني طب انا طبعا مش ده انا اقصد ان جراحات اللاجية زي عملية تكميم المعدة او تحويل المصارف الناس المصاببة بالسكر بس مش لازم يكون عنده سمنة مفرطة ده وضع قائم ده جراحها يعني بتتعمل لان انت بتوصل لارقام مخيفة للسكر التراكمي ومتبقىش عارف تعمل لها سكر والله انا بلاقي سكر التراكمي بتاعه 14 14 وتلاتاشر انت عارف من 10 سنين من 10 سنين بالزبط كنت تشوف سكر 12 او 11 ده مرة كل سنة مرة كل سنة تشوف واحد او اتنين مرة كل سنة تلاتي بتشوفهم عادي ايوة لا كتير جدا واحنا احنا نشوفهم اكتر كمان عشان اسلمنا المفرطة احنا منلاقي الارقام دي في المتوسط العادي يعني طبية وممكن عاملين حاجة اسمها دياري مسكور عاملين سكورينج سيستم يعني بنشوف قد ايه من الناس يعني كان عندها سكر في درجات مختلفة وقد يستفيد بنسبة قد ايه لان طبعا كلما كان تقدمك او طالبك ليه العلاج بادري كلما كنت اكتر يعني واحد بيقول انا هستفيد قد ايه من العملية دي في انت فيه سكورينج سيستم بالنسبة للسكر بتاعك انت بتاخد انسولين قد ايه سنك قد ايه بقى لك قد ايه عندك سكر كلما كان البرامتور يستفيدك ديه احسن ما انت ممكن توقف علاج من تاني يوم اتأخرت ووصلت بقى للدرجات متقدمة من السكر هتوقف المضاعفات هتنزل الوزن الزايد هتوقف السكر عند حده لكن ربما توقفش علاج ربما تستمر مثلا على الاقراص ربما تستمر على جرعة يعني قليلة من الانسولين لكن سكر ايه بقى لعشرين سنة توقف جرعة عالية من الانسولين فاصدي انه يعني نطلب طالب العلاج في بدري هو يعني بتحمي نفسك من المشاكل ومتبقاش مضطر يتعملها بصورة اضطرارية فيما بعد في بعض السيناريوهات بتحصل بعد تكميم المعدة مثلا انا هقول لحضرتك السيناريو وانت تقول لي كيف تتعامل معها مثل هذا السيناريو اول السيناريوهات واكثرها شوعا هو رجوع الوزن بعد تكميم المعدة طبعا دي مشهورة جدا في بعض الحالات اللي هي عملياتها طبعا معمولة بصورة غير احترافية وده غالبا ما بيخصش اصلا يعني ربما ده يكون ما بيخصش اكتر قبة المعدة متسابة الانترم متساب المعدة اصلي فقده ما بيخصش وبعارف ان ده وبتدخل احنا كجرحين بندخل العملية عشان نصلح المعدة اللي هي ما نزلش في الوزن بتلاقي قبة المعدة اصلا الشرعين بتاعتها والاوريدة فاعتها يعني هي الطبعية ما تقصتش اصلا فقده معناها ان هي كان فيه سوء ربما يكون السبب في المريض نفسه العملية مضبوطة وعملت اشعار مختلفة ريسيت لابعاد بعد العملية كان حجم المعدة لمية سانتي جيت بعد خمس سنين لقيت المعدة خمسمائة سانتي وفيوزي فورم ويعني هي يعني وسعد من كتر سوء الاستخدام وكتر الاكل العنيف فيها ربما توسع المعدة البعيد والحقيقة احنا جربنا ان احنا نركب حزام على المعدة حلقة يعني على المعدة كده باند او منيمايزر يعني حاجة بتمنع تمد المعدة ما عرفش يعني انا شخصيا عندي انا قللت من استخدامها شوية لان حسيت ان هي ما فياش روحها في اكل الحاجات الصلبة يعني حتى يقال على تجميل المعدة المعدة يعني الناس بتديها لفظ كده حلو لكن هي الفكرة في انه تركيب حلقة على اعلى المعدة ما بريحش الواحد هو بيأكل حاجات صلبة اللي تاكل لحوم خضار رز مكارونا انت محتاج يعني تبقى واحد بتندق كويس جدا وبتاكل ببطء جدا لو هتتدايق من القصة دي انا بمصرح الناس ما تركيبش الحلقة يعني وتحافظ احسن بدون تركيب لان هي فعلا بتمنع تمد المعدة من فوق لكن احنا الحية هي يعني معظم الناس اللي ركبت الحلقة هي متدايقة من اكل الحاجات الصلبة عايز يعني small bites وتاكل ببطء جامد هتحجمك قوي وفعلا هتخليك يعني متحفز دول الوقت ونت بتاكل فحافظ يعني من كمية الاكل بحيث المعدة متوسعش النمرة التانية استهلاك السكريات الشريد ما هو ده سبب لرجوع الوزن وبتلاقي المعدة حجمها مش مازاتش ولا حاجة وتلاقي الواحد عمال يستهلك طول اليوم شكولاتات وايس كريم معجنات ما لعمل التكمين كنت تعمل بقى تحول المصار بتعملش عمل التكمين النقطة الخطيرة اللي الناس بتقع فيها دلوقتي وبتزود الوزن بالرغم ان حجم المعدة قليل الناس اللي هي بتاكل واجبات كتيرة في اليوم رغم ان الواجبات صغيرة وبيقولك انا بجوع انت ممكن ترجع لدكتورة تغذية بتاعك في التيم اللي هو متابعك هو بيعلمك ازاي تاكل اكل اللي هو يعود في المعدة فترة كبيرة سيهو البروتينز والحاجات اللي هي الخضر والحاكل الهلس كله بيقعد في المعدة فترة كبيرة احيانا بيبقى فيه برضو بعض الحموضة او الارتجاع بيسبب الجوع والاحساس الارتجاع ارصة المعدة دي بتفسر عندنا كلنا انه محتاج يأكل وبالتالي لو عالكت الارتجاع ورجعت للتيم المتابعة بتاعك هيعالج الارتجاع وبالتالي برضو هتلاقي نفسك ما بتجوعش ولا حاجة و هتلاقي امورك ماشي كهيس جدا لازم اوضح نقطة برضو ان الجوع لا ينتهي تماما في عملية التكميم الجوع بيقل في عملية التكميم بنسبة مثلا 70-80% النسبة اللي تشال المعدة بتتشال فيها بتقلل ده وبالتالي الجزء المتفضل من المعدة هو ده الجزء اللي بيفرس ورون جوع وبالتالي انت بتجوع بنسبة تقريبا 20-30% من الوضع فاحسسك بالجوع من الوضع القديم هو الناس بالنسبة لها ده تحول مذهل ده كان بالجوع ده هو دائما فيه ناس تعبيراتها كانت بتقول لي انا دايما حاس ان انا جعان ايو صحيح انا بحسش بشبع اه طبع على طول حاس بالجوع المستمر وبالتالي انا بقى اكل يعني كلما او تحتلي اللي بيمنعني من الاكلة حاكتين اما النوم او ان انا مش غير اكل دلوقتي يعني انا طلبت اكل ويسا بجاش هم معذورين المصابين بسمها اه صحيح هم معذورين لان الجسم عنده منع تنسرين علي جدا وبالتالي بيتخلي الجسم في حالة جوع مستمر فالتكميم الحقيقة هي محتاج حد يحافظ عليها اكتر يغير لايف ستايل بتاعته وما تزعلش يعني لو حصل زيادة في الوزن فيما بعد التكميم بعد شوية سنوات في عملية اعادة بتقص المعدة لو زايدت في الحجم تبصها عملية بسيطة لو انت يعني حجم الوعدة قليل وانت بقى اكل سكرات او يعني مش قادر تحافظ من القصر ممكن تتحول لتحول المصار واصلا بتتعامل على المعدة بتعدل يعني حجم المعدة وتعمل تحول المصار عملية برضو بسيطة جدا في عملية طبعا بتتعامل بعد مش بسبب فشل التكميم بتتعامل بسبب مضعفات بتحصل بسبب برضو حاجة في العملية زي التواقف المعدة فتأ في الحجاب الحاجز حصل حبوضة بستمر بعد عملية التكميم دي عملية بتعمل عملية اصلاح مش بسبب زيادة الوزن اللي هي لا ده انت عشان حصل المضعفات فيها او فيها مضعفات دي برضو بتتصلح بعملية جرحية تانية ممكن تعمل تحويل مصار معدة كلاسيكي ممكن تصلح الفاتق بس وتسيبه لو عنده دي من تحت لو عنده دي من تحت ممكن تعمل بقى تحويل مصار معدة كلاسيكي هي لها طريقة يعني ولها وضع يعني طبي غير قابل للنقاش يعني أنت عندك فاتق حجابي الحاجز كبير وعندك دي في المعدة من تحت أو عندك التابات في المريق أنت حل واحد ما بعد التكميم هو تحويل مصار معدة الكلاسيكي لا يمكن منقشة حل تاني تحول المصور مع ده المصور مش هينفع الا في الناس اللي هي ما عندهاش فاتف الحجبة بالحجز او ما عندهاش ديء من تحت او ما عندهاش حمودة ج мин ده من فوق والتالي ممكن تعمل تحول المصور مع ده المصور معلش الكلام ده يمكن صعب شوية على بعض الناس بس الناس اللي هي عملت العمليات هي فاهمة الوضع ده و İtfosar u kweis ويمكن يكون نافع بالنسبة لها لكن معظم الناس اللي هتعمل عمليات الكلام بسيط يعني انت تابعنا عملات تكميم عدية خالص عملها في تلت ساعة يعني بتقعد ليلة في المستشفى ما فيهاش مشكلة لكن هو عملات الاعادة لها فنياتها وانا عايز اوصل الكلام ده للمرضى اللي هم عملوا العملات قبل كده وربما يكون عندهم مشكلة في الوزنة ومشكلة فيه او فيه مضاعفات في حالة كمان قليل اللي ما بنتكلم عنها هلتواء المعدة الناس كتير على فكرة الكلمة دي بالنسبة له اول مرة يسمعها حتى اللي بيتفرجوا علينا باستمرار هيقوله اول مرة ده ايه الالتواء بتاع المعدة المعدة بتلف اه ده موضوع شايق جدا والحقيقة هو يمكن ليك جراحيا يعني هو المرضى مقلم جدا معلش يعني طبعا هو الالتواء ده ليه اسباب انه احيانا قد يكون سببه جراحي سبب جراحي بحت يعني ان المعدة مقصوصة طبيعة المعدة واحنا بنقصها المفروض بتاخد جدار المعدة من فوق اللي هو الانتيريور سيرفس بتاع المعدة زيه بالظبط زي الانفيريور سيرفس الاتنين يكونوا قد بعض انتبقى لو قصيت من فوق اكتر او قصيت من تحت اكتر والاتنين الاقوال يعني اتلاقي المعدة بتالي تلف تلوي نفسها كده الحكاية دي عشان تفهموها كويس قوي زي البنطلون 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 له اتنين سيرفس ومتخيط من الجنبين صحيح فيه ساعات يعملوا بنطلون غلط ده يلف البنطلون مشكلته دي بقى دي انه صعب تشخيصه يعني بيبقى عنده صعوبة في الاكل بيأكل وبيعنده مغصة بتحصل طول الوقت يقوم يروح لحد بتاع منظير مش بتخصص في السمنة او مش عندوش دراية زينا يعني بجراحة السمنة فيقوم يدخل بالمنزار ويلاقي المعدة يعني يعني مقفولة شوية يقوم يلف بالمنزار ويعدي هو بالنسبة له طالما عد بالمنزار خلاص كده يعني الدنيا كويسة هو الالتواء حاجة وظيفية يعني انت مش حاجة اورجانيك يعني هو مفيش دي فعلي في المعدة هي المعدة ملوية يعني انت لو لويت المنزار زيها يعدي فيها فيقولك انت كويسة تعال بقى اعمل اشعة اعمل جاستروجرافين او اعمل دايستادي بتلاقي لو حد برضو مش في الموضوع ده برضوش هيلقطها يعني اتلاقي السابغة مع الدية انت السابغة مع الدية ما خلاص انت كويس السابغة بتعدي مع عصرة مع يعني تلاقي تعبان وتلاقي السابغة وصلت وبعدين عشان المعدة تنقابت جامد تعدي في يوم قرصة وبعدي فبقوله انت بتاكل وبقوله اه باكل بس برجع وبقى تعبان بس بعد فترة بيحصل لماغصة وبتعدي الاكل يعني اعمل منزار اتلاقي كويس اعمل دايستادي ما بتلاقيش كويس مش اقفاش هيالا الجراح المحترف يقفش الله وفيه اشعة على فكرة يمكن اتعملت المبسانوات اللي فاتت بقالها فترات كبيرة وجيدة جدا فيه انها تشخص اللي هي الستيفولومتري او اشعة مقطعية سلسية الامعاد بترسم شاكل المعدة الملوي بيبقى واضح جدا احيانا ما بقاش السبب جراحة خالص يعني وخصوصا ده في السن الصغير مش تخوفا للناس يعني احنا دلوقتي عملنا الموضوع ده بقالنا يمكن اكتر من ست سنين بنعمل حاجة اسمها عشان تتفادى ده بتقوم تسبت طبقة الدهون او القص المعدة قصة مصبوطة وهو تاخد طبقة الدهون تخيطها على السوتشور لاين كله على المعدة كلها تقوم تفارد المعدة كده مصبوطة استحالة انها تتلوق ليه لان احنا في تنشن على كل السوتشور لاين فرد المعدة مصبوطة في شد على كل الخط الدبابيس فالشد اللي تخليه سابت ماينفعش يتلوق مايلويش يعني في طريقة انا احكي الحكي عليها يمكن ده السوتشور لاين ده الخط بتاع الدبابيس اللي على اليمين والشم اللي بين قوي اللي هو على الشمال اه على يمين الشاشة اه على يمين الشاشة اللي واحنا بصين من ناحية اللي مين هو ده السوتشور لاين ده لما بتثبت عليه طبقة الدوم بتشدها بتفريدها طول الوقت وتحتفظ بقى بالسي كيرف بتاعها ده يبقى مصبوط بيحصل التواق مشهور جدا في الاطفال اللي هم ما بين سنة عشر إلى عشرين سنة بتلاقي فعلا المعدة طرية لدرجة ان انت لما بتدبس بتلاقيها اياه فعلا بتلا تتكارمش على نفسها انت ما انت سايف فيها دي ولا سايف فيها حاجة ومقصوصا المعدة زي الفل كويس بتلاقي طفل المعدة بتاعته يعني الجدار المعدة مش سميك يعني بتلاقيه يبتدى يكرمش على بعض كرمش المعدة دي بعد شوية بحصل فيها شوية لسقاط ويوم الكبد لازق عليها من فوق خلاص ما كرمشها عامل بقى لشوية الالتواء دول طيب احنا بقى في الناس دول الحل الوقائي للالتواء هو تقنيا ان انت تقص المعدة قصة مزبوطة النمر التانية تسبب طبقة الدون على المعدة من فوق لتحت بحيث ان تشدها بحيث ان هي ما تلويش على بعضها طيب انا دلوقتي حصل الالتواء حصل الالتواء احنا انا يعني قدمت يمكن في الاسابة علميا حتى الان الالتواء حلوا تحويل مصار معدة كلاسيكي بيريسيرش يعني كل العالم بيعمل كده واحنا بنعمل كده وانا يعني ننقل بالعملية من تكميم الى تحويل معدة كلاسيكي تسيب بقى الالتواء افتحت وتقوم اقص المعدة مفوعة من تحويل مصار معدة كلاسيكي هتفضل لنا مشكلة دلوقتي لو انا عندي ولد صغير او بنت صغيرة في سن العشرينات مش عايز اعمل لها تحويل مصار وانا يعني عملت عملية تكميم عشان انا عملية خفيفة وحصل الالتواء مش عايز اعمل لعملية تحويل مصار في حل احنا انا عملته ونشرته ان احنا نعالج الجاستريكت وست بطريقة سهلة جدا سهلة جدا ودي اتنشرت يعني موجودة على الممكن نبحث عنها ونجيبها الجاستريوبيكسي ان احنا دلوقتي انا دلوقتي معنديش دي والطريقة دي انا فكرت فيها يعني والحياة شغالة بس انا معرفش على المدى البريدة يحصل ايه يعني في المستقبل يعني معرفش لكن هي الحياة فعالة جدا وامنة تماما وسهلة جدا يعني انا معنديش دي اصلا في المعدة تقوم تدخل انت تدخل طالما ما عندكش دي بسيط انت تدخل تفرد المعدة وتسلكها من التلافات 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 اللي حواليها تقوم فارد المعدة فرضة بسيطة ايه اللي هيمنعني من ان انا المعدة تتلوى تاني تقوم تثبتها تعمل جاستريوبيكسي تلات غرز غرزة ما بتدوبش تثبتها في الحجاب الحاجز من فوق غرزة تثبتها في البانكرياتيك فاشية وغرزة تثبتها في الميزو كولون من تحت يبقى انت كده عندك 3 غرز سابتين برولين عادي جدا سهل جدا ورخص جدا ما فيش حيكة خالص غير مكلف تماما وبيحتفظ بالتكميم زي ما مش بس كده ده انت تاخد المعدة بعد ما اتفردت وفكتها من الانتسقات وثبتتها في مكانها الاماكن السابتة اللي ما بتدفش تمثبتها كمان في منديل البط يبقى انت عندك حاجتين يثبتوا المعدة هعملنا series كتير على الموضوع ده والموضوع ده ناجح جدا يعني انت ما انتش مضطر في ان انت تعمل تحول مصار معدة كلاسيكي لان انت لما بتعمل تحول مصار معدة كلاسيكي الافشن ده بقى مخيف جدا للأب اللي عنده ابنة او البنت اللي هي عامل التكميمة عشان خفيفة فهنا مش عايز اعمل تحول مصار ما عندكش حل يا دكتور ان احنا نعمل ده لا في حل اللي هو حل علمي يعني ما ابو واتنشر حل جميل اللي هو ان انت تعمل جاستروبيكسي تفرد المعدة مضبوط تعمل جاستروبيكسي وتحط commenter fixation عليه كلام علمي انا عارف صعب شوية بس ربما يكون نافع للناس اللي عندها المشكلة المسألة سهلة اوي مسألة سهلة وزمان كان عندنا حاجة اسمه الخرايط الخرايط دي تجيب الخريطة وتيجي في حصة معانا كده الخريطة دي بتبع كبيرة كده وملفوفة كده لما بتيجي تفردها خريطة بطبيعة الحل لانها كنت ملمومة هترجع تلتلم تاني فبتعمل ايه الحل كان بسيط قوي تكيب حاجات تقالات كده بتيجي على اطراف الخريطة وتحط تقالة هنا وتقالة هنا وتقالة هنا وتقالة هنا مش صح حكنا نفس الكبير يا نفس الفكرة المعدة هتلم هتلف في كده هتتلوي تاني فانت بتثبتها في النقاط معينة بتثبتها في نقطة تحت في الجزء المحيط بالبنكرياس من غلاف اسمه من كده تكفاش بتثبتها في نقطة تانية وبتثبتها فوق في الحجاب الحاجز خلاص اخر نقطة جيت فردت مظبوط جدا وده توصيف جميل جدا انا بس عايز اكد على الاطباء او اكد على المرضى برضو ان ده اللي هو الالتواء الوظيفي اللي هو الفانكشنل لكن لو عندك دي في المعدة واضح في المعدة المنظور ما بحديش فيه انت محتاج كده لتحول المصور الكلاسيكي من الاصل ده احنا قدمنا الحل ده ان ربنا ينفع به الناس طبعا وينفع به الحاجات ده من الحاجات اللي احنا انا مبسوط يعني انها ان شاء الله تكون مفيدة بإذن الله انت بتسعيدني بالحوار العالمي معك جدا جدا اللي داخلين عالم جراحات السمنة لسه نواب او لسه بيبدأوا يذكروا من شستير هستفيدوا جدا من حلقتك لانك انت بتديهم بعض التركات عشان يبقى فاهمين ابعاد هذه الجراحات انها فيها ابعاد مهمة جدا من ناحية العلمية سواء الحدث او حلوله وده شيء مهم جدا وده رفعنا بيبقى في مستوى الحوار مش هتلاقوه في اي حتة في العالم اللي هو احنا بنفترض كل الاحتمالات وكل السيناريوهات المحيطة بجراحة السمنة وبنشوف كيف يتم التعامل مع حلوله مش مجرد ان احنا بنبسط الامور تبسيط يخل بقيمة هذا العلم العالمي الكبير المتورامي الاطراف اللي هو جراحات السمنة طيب العزيز واحد من نجوم هذا المجال في مصر والوطن العربي السيد الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية طب جامعة انشامس والمديد لوحدة جراحات السمنة ومستشوى دينيل وزميل كلية الجراحين لملكاني بانجلترا نورتك الدكتور حاليكوا دايما مع الدكتور انا اسم سعيد حمدا سعيد العربي عندي 13 سنة اعمل عملية تكميم تكميم معدى مع الدكتور كريم صبري كنت قبل العملية 105 دلوقتي بعيد 75 كالو وانا كنت قبل العملية كنت زد في الفترة اللي فات قبل العملية فروح تعمل تحديد سكر فطال عندي بوادر سكر فانا قلت ما ألحق نفسي قبل ما السكر يجي علي وكده فدخل جيت لدكتور كريم ودكتور كريم قال لي لازم تعمل العملية وقبل العملية كان صحابي التاريق عليا يعني على تخن شديد وكده دلوقتي ما بقوش التاريق عليا واللبس تماما اختلف اللبس دعا نقبل العملية بعد العملية ومبقاش حد يتاريق عليا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة